خلينا نروح لأخبارنا المحلية دايما إذا ما عودناكم بنامتدي بالنادي الأهلي ومتدي برضو بكرة اليد يمكن كابتن طارق محروس المدير الفني الفريق كرة اليد بالنادي الأهلي دايما متابع لعبته ده طبعا صورة الكابتن طارق محروس اللعبة الدوليين كمان المنتخب هو الحقيقة ما تقطعش الاتصال ما بينهم متابعهم بشكل يعني مستمر بيتطمن عليهم حالتهم الفنية المشاكل الفنية اللي بتقابلهم بيدعمهم معنويا بشكل كبير جدا خلينا أقول لكم أنه عندنا 8 لعبين من أصل 23 لعب في المعسكر عندنا محمد أسام الطيار وعبد الرحمن حميد ومحسن رمضان وعبد الرحمن فيصل وأحمد يشام سيسا وإسلام حسن إبراهيم المصري وأحمد عيد 23 لعب في المنتخب فيه 3 هيستبعدوا قبل البطول على طول 20 لعب في العادي كانت القايمة بتبقى 16 ولكن اتحاد الدولي لكرة اليد خلهم 20 طب ليه 20 عشان لقدر الله في حالة إصابة أي منتخب أو أي لعب في المنتخب اتصاب عندك القايمة 20 من 16 لأنه وارد جدا ده يحصل أن اللاعب تصل عليه أعراض مايلعبش يبقى عندك أربعة في القايمة زيادة تقدر تعمل بيوم مانوفر في بطولة العالم الحقيقة زي ما قلنا بطولة العالمة تبتد أول مطش يوم الأربع القادم إن شاء الله الافتتاح هيكون الساعة 7 مصر وتشيلي في الافتتاح وخلينا أفكركم المجموعة بتاعتنا مصر السويت شيلي تشيك ونعرض أحضراتكم الجدول طبعا ونعرض أحضراتكم التشكيل النهائي كمان فور يعني إعلان عنه العشرين لعب اللي هيشاركوا ولكن يكفينا فقرة إن 23 لعب منهم تمانية يعني هاتقوام المنتخب 30% أو 33% من المنتخب من النادي الأحلي